الاستقصارات دعما قصة فحص استقصارات التنظير الكلون الكلونسكوبي أكثر حساسي ونوعيه وهو مهم أكثر شي حقنا تل باريوم قامشي التنظير الكلونسكوبي يخليك تاخد بيابسي وأضبط من هيك ما عاد فيه شوف تصوير CT scan يكشف الأورام والبوليبس الأكبر من 6 مليمتر قطرا ويمكن استعمال إذا كانت التنظير غير كامل أو خطره عال وهنا ما حكينا سابقا لما توصل المنطقة بالتنظير ما يوصله ما بين العلوب يمكنك تعمل CT scan أو MR لمعة CT interrogatory يمكنك تعمل double ballon التنظير بالبالون المضاعف يمكنك تعمل CT حتى يرى البوليبس إذا كانت موجودة قبل تعمل التنظير هذا كلام الذي يبارك طالب سنة 6 colonoscopy انتهى احذفة والله علي طالب سنة 6 colonoscopy انتهى لما تعمل CT scan لنقائل لنقائل بعد خلال التفقين انتهى الامير البنزف من نقص وزن يمكنك تأخذ الكيس 60 سنة مع امساك colonoscopy ماذا تعمل ماذا تعمل هذا سرطان كرون حتى يفتر عكس اعملت التنظير واخذت اخذها ادنوكارسنومة الخطوة اللي بعدها حدثت مرحلة كيف تعمل تصوير CT scan لإزاء الجسم الآن العمل لك انه لو كان وراء مستقيم الذي ممكن يرتشح للجيران ممكن تعمل رنين الحوض رنين الحوض او إيكو عبر الشرج حتى يساعدك تعرف الارتشاح بالمناطق المحيطة بالحوض المستقيم السرطان المضغي لا احد انت هنا تشوفنا من غير دولة وطب بستوريا صاحب العربي لكن لا احد يذكرك مستقيم السرطان المضغي CEA المستقيم المستقيم سيساعدك قليل استثناء التشخيص فقط نرى لك النكس مثل الواسمة الورمية هي لتقييم النكس أكثر شيء للمتابعة دولة تحلق تحلق التشغيل مزمج التشغيل تحلق من الوصول أشياء تحلق سيساعدة تحلق المكيان التحلق مراحة نجاح تدبير رح اختصلك التدبير بطريقة قليلا أسهل من الحكي المذكور هون وتريح عليك كثير معلومات وخلينا نمشي بالمنطقة السؤال الأول في فرق ما بين تذبير الكولون سلطان الكولون و سلطان المستقيم بكتال كوباكاست الجواب نعم شوف صديقي المشاهد خلينا نجينا هون حسنا شوف عندك ورن بها المستوى قبل أن تضطيط العلاج ماذا يقول لنا؟ حدث المرحلة هناك نقال بعيدة هذا الكبد والله الكبد لا يحبنا نقال بعيد الشر هنا علاج تلطيفي كيميائي خلصنا الاحتمال الآخر الورن بها المستوى وعندك نقيلة وحيدة معزولة سطحية أو رئوية معزولة وحيدة سطحية ماذا تعمل؟ إلاج جراحي للورن ونقيلة وكيميائي رح يستفيد رح يستفيد انتبه مو كلنا قائل نقائل نقيلة وحيدة ممكن تنشاهل خلصنا عندك الورن بها المستوى ما في نقائل الكبد سليم رح أجهون أعمل استصال القاعدة العامة جراحي بعد علاج كيميائي بالكلون ما في شواعي وممكن إذا كان الحواف الجرح مصابة وممكن تعمل الشواعي أخي بالكلون ما بالشواعي من بالك لأنه عادة الكولون عضو متحرق فصعب يتطبق حقه الشواعي على نفس الانطقة فلاهيك اوض الكولون دومن إذا اجهك علاج شواعي يختار ورط علاج جراحي بعده كيميائي انتهى الموضوع اتفقنا؟ طيب بالحالة الباكرة ممكن تكتفى العلاج الجراحي هذا الكولون نأتي على المستقيم لماذا ننقذك على المستقيم وجيت شوافتك الصورة وصرعت راسك؟ الفرق المعصر الشرجية كثير هامة فنحن نحاول حافظ على المعصر الشرجية قدر الإمكان على السفنكتور لذلك حتى عندما تشيل الحواف من فوق تشيل 5 سنتي من تحت تشيل 2 سنتي تحافظ على المعصر قدر الإمكان هناك كلمة جميلة اسمها داونستيج يعني بمعنى اخر انا حكيتك التفاصيل بسرعة وحكيتك الآن على المستقيم ورم بالركتر لم أكن أحافظ على المعصر قدر الإمكان فهذا الورم يمكن أن تزغغ لي استعمال كل السلحة التي تساعدك على التصغير مثل الكيمياء والشعاعي أطهيها انضع الصغر الورم وزغر أصغر أشهده بعدها جراحي حتى حافظ على المعصر قدر الإمكان هذه تدبيئة ستعلق المستقيم وانتهى حسنا نرى ماذا ذكر لك العلاج الكيميائي الشعاعي قبل الجراحة هنا يتحدث عن سرطان المستقيم يمكن تطبيق المعادة الشعاعية أو الكيميائية قبل العمل الجراحي تتخذهم تخفيض درجة السرطان تتخفيض درجة السرطان يعني لو كان هناك اتشاح بجذار تخفف لكيائه تصغير لكيائه حيث انك تشيله مما يجعلها قابلة لإستثار الجراحي لأن المستقيم ثابت ففيك تطبيق شعاعي الجراحة يمسل صليا مع العقد الانفاوية حول الكولون شنة تعمل مفغرة توصل الى أجزاء الباقية أو توصل الكولون مع جذار البطن فغير كولون كولوستومي بسرعب أن الامور تمام شلت الورم هون شلت لهذا الجزء من الكولون وتوصل مع بعض أو توصل هذا الجزء مع جذار البطن حيث يصبح كولوستومي يطلع المفضلات للخارج تستصل نقائ الكبدية أو رئوية منعزلة متماكلك نقلة كبدية وحيدة سطحية تنشال نقلة وحيدة رئوية تنشال أحيانا في مرحلة متأخرة يجب أن يخضع المرضى للتنظير الكولون بعد الجراحة بكلام سليم وبشكل ذلك تتطور الناكس هذا الجمال ليس لسنة سادسة عندما تطبق شوعي ومعامة الكيميائي والجراحي انت ملك شوف المصطلحة هذا يمكن أن تخضع نيو أجوفانت كلمة أجوفانت يعني اعتبرها فيك تقول متامة بس لما تقول نيو أجوفانت نيو يعني قبل الجراحي لما تقول أن هذا المرض أخذ نيو أجوفانت كيميائي ما تطبق أول شيء علاج كيميائي بعد أن نعمل الجراحي لأولا المرض أخذ أجوفانت كيميائي أجوفانت كيميائي أجوفانت كيميائي معنى عملت جراحة وبعد يأخذ الكيميائي بس كده في بري اوبراتي راديو ثرابي أو كيميو ثرابي يستخدم في داونستيج لأجوفانت كميائي يجعلهم ريسكتابل حتى نصف العصرية يقول لك أم التنعمل تمر is removed with pericolic nodes anastomosis or colostomy if it's not possible solutary, hepatic, or leg medisces are sometimes resected at a later stage postoperative and rego colonoscopy as a follow-up ها يزور بل colonoscopy شوف الوناب كيف سير بلد بلد ركتر or carcinoma وهو ذكر لك الفرق بين المراحل لما يكون الورم بالمراحل البدئية محدد بجذال البطن يوجد نسبة بقية ممتازة لكن مع الأسف في نسبة كثير من النون يجوك بالمراحل متأخرة ونسبة بقية كثير قليلة حسنا حسنا أجوبان نحن هنا لن أستاذ العظم الموجود السيتو أسف لكن سألت نحتاج أجوبان ثربي أعمل الجراح وعند أعطي كيميائي صح؟ 2-3 of patients have left node or distant spread at presentation therefore beyond care with surgery alone يعني أن الجراح ما تكفي تعطي بعدك كيميائي عندما قلت لك أن هذا كولون و لا يوجد نقائل و كان هناك ارتشاح سأتشيله وتعطي بعدك كيميائي ممكن أن يكون هناك أورام يكون الورام هنا كثير سطحي و لا أعطي ارتشاح لا يمكن أن تكون كافية يعني أعيد لك خطوات هذا كولون أسف بسرعة هناك أورام كثير سطحي لا أعطي مشكلة لنشلنا وخفصنا الذي يجبه في أورام ثاني عامل ارتشاح مع غزو المفاوي تشيله وتعطي إلعاج كيميائي في ورم آخر هذا الجنبون هون هو لكن أعطي نقائل كثيرة كبدية هون إلعاج كيميائي فقط هات كل اللي يحاول يوصل لك هنا في نسبة recurrence at the site of the resection مكان استصال أو بالنفنوت أو بالليفر أو بالبرتونيوم بالكبد الجفة كيموترابي reduce recurrence risk دوكس بي و دوكسي لن يتعطي مشكلة لكن الكيموترابي يتخف لك نسبة النقص postoperative radiotherapy is due to reduce risk of the coronavirus infrastructure and emergency are involved هون هاي الجملة اللي هو عمي إليك أنه قامت ممكن استعمال الأشعة بالكولن كاسر لما تكون حافة نجرح في رسك للدوكال لكاسر طالب سانة سنة بقلعها بلعها هلأ لاجي شو على إسلامة لا لاجي المسرطان كنون أو لا ومشي palliation surgical obstruction of primary tumor is appropriate for some patients with metastasis to treat يعني هون عملك أمت مستعملة جراحة ك palliation لم يرض عنده ميتاستاسيس لم يكون عنده obstruction bleeding or pain مرض السداد هلت تركه يموت مش هلل النقال لا والله لا تدخل جراحة وريحه حتى وكم باقي كم شهر يعيش بها مرتاح palliative chemotherapy with 5 fluorouracyl fullonic acid oxyloplatine هذا البروتوكول يسمى fall fox fall من fluorouracyl وال fox هي تبعية oxyloplatine أو فيه بروتوكول آخر اسمه fall fairy fall هي من fluorouracyl وال fairy هي من erynotycan erynotycan pulvic radio therapy useful for rectal pain يوم مثلك rectal radio rectal radio bleeding severitonismus endoscopic laser أو آلات شوعية سواء من الخارج أو داخلي endoscopic laser therapy insertion of expandable metal stand بحطوها هذه الطعفات تبعت الأشعة وتنزلها تعطي موضعين آلات شوعية الفكرة بحطوها 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 راديوترابي وورا يحراسك secondary preventions هذه المشاكلة من الرقاية white spread screening ممكن تعمل بال occult blood تحرير الدم من نصف الخلف والبراز لنعمار فوق الخمسين colonoscopy هو golden standard ممكن سيمولوسكوبي يساعد والناس تنصف لكي بعد الخمسين سنة يعمل بشكل دوري هذا باختصار شديد عن أورام الكولون الفكرة أنه عندك نمط وهو بيشع من كيف من الحاله بشكل مفرد صح بوليبو ويصير خبيث أو عندك الأنماط الوراثية مجموعة كولانت بوليبات كتير ويصير خبيث الفاب أو لا والله من دون بوليبات لكن عند الأب وعند العم وعند الخال هذا يتطور للينش syndrome أنه هي النماطين هاي النماطين بعدها احكينا عن المعالجة فرق الكولون عن الريكتر أتبس شويل قائم فيمو فيك شوف في قرن شالائق في أطور جديد صلاة